أهلا بكم من جديد بعد مهمة على متن حاملة طائرات الأمريكية آيزنهاور لرصد آلية عمل قواتها لصد ضربات الحوثيين التي تهدد الملاحة التجارية البحرية في مضيق باب المندب عاد الزميل ليث بزاري ليحدثنا عن كواليس هذه التجربة الصحفية الميدانية الفريدة ليث موفدة العربية إلى آيزنهاور الحمد للعايز السلامة الله يسهل مك محمد عرفت أنك كمان تعرضت لحادث بسيط يعني الحمد للعلى سلامتك الحمد لله طبعا حادث بسيط هو بالأنف والجبين شوي والقدم ما الذي حدث يعني هو حادثة عندما قررنا مغادرة آيزنهاور كمان وشاهد خلف هذه الباخرة العملاقة التي تعد مدينة عائمة اكتشفنا أنه هناك طرق مختلفة خصوصا للطائرات العسكرية كنا على متن طائرة سي تو وهي طائرة عسكرية لنقل الجنود ونقل بضائع أحيانا لهذه الباخرة أو لحاملة الطائرات هذه وإذا عند الإقلاع طبعا محمد نعرف جيدا عندما تقلع طائرة عسكرية من علامات حاملة الطائرات تكون من صفر إلى 260 كم بخلال أقل من 10 ثواني وهذا ما حصل معنا وعندما عند الإقلاع طبعا تأكدنا أن الأحزمة مشدودة بطريقة صح وعندما ما بعرف شو صار مع الإحزام العاصة أنا نطينا من المقعد إلى الأمام والحمد لله مرأت بسلام الحمد لله علي السلام يعني كيف وصلتم إلى هناك وما هي أبرز مشاهداتك كمان؟ يعني الوصول كان عن طريق طبعا انتقلنا إلى البحرين إلى القاعدة العسكرية الأمريكية في البحرين ومن ثم استقلنا نفس الطائرة C2 إلى جدة إلى مطار عسكري في جدة لتعبئة الوقود للطائرة طبعا هذه الرحلة كانت ثلاث ساعات طبعا ممنوع التحرك من المقعد الطائرة العسكري المعمول من الحديد أصلا طبعا نرتدي خوذة وسماعات هيدفونز لعزل الصوت لأن صوت الطائرة العسكرية قوي جدا وممنوع حتى يعني الوصول إلى المرافق الحيوي أصلا ما يوجد مرافق صحية على متن الطائرة فكان هذا الشرط أنه انتبهوا لازم تكونوا قاعدين على كراسيكم دون حركة ومن ثم أقلعت الطائرة بعد التزود بالوقود في مطار جدة ساعة ونصف حتى وصلنا إلى منطقة باب المندب ووصلنا على الطائرة ولكن هناك طبعا طريقة خاصة للهبوط هالمرة هناك خطاف في مؤخرة الطائرة يقوم بالشبكة مع الكابل الموجود على متن حاملة الطائرات وهي طبعا إيقاف الطائرة بطريقة الأسرع ويمكن لأن المدرج قصير فهذا يعني كان برضو منعائق طيب ما هي أنواع الطائرات القتالية التي وجدتموها هناك يعني يوجد على متن أيزنهاور 65 طائرة مقاتلة من طراز طبعا FA-18 وكذلك نشوفهم بالصورة ويوجد هناك مروحيات مقاتلة وناقلات جنود وذاقلات وطائرات تحمل رادارات شاهدناها كثيرا كانت تحوم في المنطقة ليس فقط لحماية باب المندب محمد بل أيضا لحماية أيزنهاور من أي أتاك أو من أي هجوم على هذه الحاملة يعني هناك طائرات هي تعنى فقط بحماية أيزنهاور نفسها نعم هناك طائرات هناك مروحيات هناك سفن حربية أمريكية تابعة للنيفي للسلاح البحر الأمريكي كانت موجودة لحماية من يعني لإبعاد من يقترب من أيزنهاور وحماية هذه المدينة العائمة يعني خمس تلاف مارنز أو قوات بحرية أمريكية على هذه الباخرة على فكرة محمد نشوفها صغيرة ولكن هناك تسعة عشر طابقا على متن هذه الحاملة الطائرات هذه يعني كبيرة جدا نعم نتابع صور من داخل أيزنهاور طبعا الزملاء جهد هذا أثناء للأسف أثناء الإصابة وعند وصولنا إلى البحرين طبعا هذا الذي حصل حمد الله سلامه وانت كصحفي ليث يعني هل استشعرتم حجم الخطر الآن في عرض البحر الأحمر يعني بوجود تهديد حقيقي من قبل الحوثيين استدعى تحريك هذه المدمرة أيزنهاور الموجودة الآن في عرض البحر الأحمر وتحمي كل هذه المنطقة والمصالح الأمريكية بطبيعة الحال وحركة التجارة العالمية أيضا في تلك المنطقة في الأول بصراحة لا ولكن عندما كنا على متن هذه الباخرة وانمنا على متن هذه الباخرة شهدنا إقلاع الطائرات الحربية المقاتلات FA-18 أو FA-18 بشكل مستمر يعني تخيل محمد 16 ساعة حركة طائرات على متن هذه الحاملة الطائرات فهذا طبعا هناك قلق هناك عندما تقلع الطائرة نعرف جيدا أن هناك ضربات قد تكون لدرونز أو لمسيارات في عرض البحر أو في عرض مضيق باب المندب أو لضربات مواقع حوثيين داخل الأراضي اليمنية وعندما تزيد سألت أحد الموجودين على متن هذه الحاملة الطائرات هذه آيزنهاور قال لي هناك ضربات وهذا شهدناه في وسائل الأعلام حتى في العربية اليوم التالي أن هناك محاولة إصابة أحد البواخر التابعة لآيزنهاور في المنطقة فهذا يعني يدل على أن هناك بالفعل ضربات بالفعل أن هناك خطر وعلى هذه الباخرة أن تكون هنا على الأقل لحماية الملاحة البحرية في المنطقة وإذا اترقنا محمد لا أعرف إدي عندنا وقت إذا اترقنا إلى موضوع رأس الرجاء الصالح وإعاقة المرور من مضيق باب المندب هناك طبعا أكثر من 50% من ملاحة التجارية قد فضلت تمر من رأس الرجاء الصالح ولكن المشكلة أنه لا يوجد هناك الكثير من الموانئ الإفريقية المجهزة لاستقبال ناقلات التجارية الضخمة طبعا عدا جانا والمغرب اللواتي يملكنا هذه الفرصة يطور موانئهم الجاهزة لاستقبال هذه الأنواع من الناقلات أنا أشكرك على كل هذه المعلومات وأشكرك على هذه التجربة الصحفية الجيدة والمفيدة لمشاهد العربية ليث بزاري موفد العربية إلى حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور شكرا